أشاد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور رحن في جبال بالمجهود المبذول على مستوى اللجان النوعية من الأعضاء خاصة في المجال التشريعي والتعديلات الجوهرية التي تدخلها اللجان على مشروعات القوانين جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة للمجلس حيث جرى استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2022-2023 ورعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات وفقا للإحتياجات الفعلية لما تتطلبه القوانين والقرارات واقتراحات تحسين مستوى الأداء في مختلف القطاعات بالمجلس وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعيها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2022-2023 اشتركوا في القناة